اكد سعادة الشيخ راشد بن محمد فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية بأن قسم الأعمال الخيرية بإدارة الأوقاف السنية وجريا على عادته السنوية قام بتنفيذ مشروع الأضاحي لعيد الأطحى المبارك كما بيّن الهاجري أنه تم توزيع الأضاحي على الأسر المحتاجة في مختلف محافظات ومناطق المملكة بالتعاون مع الجمعيات والصناديق الخيرية وأكد سعادة رئيس مجلس الأوقاف السنية أن مشروع الأضاحي واحد من أهم المشاريع الخيرية والمبادرات الإنسانية الحيوية التي تطلقها الإدارة سنويا مضيفا أن عدد الأسر المستفيدة من المشروع بلغ 500 أسر لافتا إلى أن وقفيات الأضاحي قد ساهمت في دعم الأسر المحتاجة لتساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع البحريني وتحقيق شروط الواقفين وبشأن مشروع كسوة العيد أكد سعادته أن هذا المشروع هو أحد المشاريع الرائدة التي تليها الإدارة اهتباما كبيرا لما فيها من تطبيق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواسم من الوقوف إلى جانب الأسر المتعففة وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم وعلى أولادهم هذا وقد استفاد من هذا المشروع الفطفل ترجمة نانسي قنقر